السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء وأهلا وسهلا بكم في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزئة رقم 4 من شفتر 2 هنتكلم على بعضا من المصطلحات التي تعمق مفهوم عملية البوليمرزيشن أول مصطلح اسمه degree of polymerization وعبارة عن the average molecular weight of the polymer divided by the molecular weight of the manomar يعني متوسط الوزن الجزئي بتاع البوليمر مقسوما على الوزن الجزئي بتاع المانومار يدين مصطلح اسمه degree of polymerization أو درجة البلمار المصطلح الثاني اسمه functionality ودع بارة عن the number of sites on a manomar at which polymerization can be occur يعني بما ان عملية البلمارة بتتم عند المانومار يبقى عدد المواقع من المانومار اللي بتتم عندها البلمارة بسميها functionality تعالوا نشوف الميكانيزم الثاني اللي اعشرنا له في السابق اللي اسمه condensation polymerization ودع بارة عن a polymerization mechanism in which small molecule is condensed out as a byproduct يعني بلو أثناء القلية التي تتم بعملية البلمارة فإن جزئي من الميليكيول أو جزئي صغير تمام يتكاسف خارجا على شكل byproduct وهذا byproduct كده يكون water أو misanol على سبيل المثال تعالوا نشوف المثال اللي معنا دي مثلي تروفليست زائد إسيلين دولي كول يديني بولي إسيلين تروفليست زائد مثال الكوهول طيب احنا في الحقيقة هذا التفاعل متوقف عند اللي احنا شوفناه بالزبط يعني هو تفاعل غير مستمر عشان كده قلنا condensation polymerization هي stop reaction gross يعني مفيش استمرارية في التفاعل بينما الaddition polymerization فيها استمرارية في التفاعل ترجمة نانسي قنقر